فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم من يقول ان القرآن مخلوق وكيف ارد عليك ان يقول ان القرآن مخلوق كافر لانه انكر القرآن انكر القرآن انكر كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله صفة من صفاته جل وعلا ومن انكر صفة من صفات الله فهو كافر لا يؤمن بالله عز وجل لان الواجب الايمان بالله وباسمائه وبصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل هذا هو الواجب الذي يجحد شيء من الصفات وينكره كافر كافر بالله عز وجل نعم